تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب من القبض على العصابة متورطة في السهداف أليات الجيش الوطني في المحافظة مصدر أمني قلين الأجهزة الأمنية أحالت العصابة إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتها أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوضب مبارك استعداد الوزارة والحكومة تقديم كل تسهيلات الممكنة لنجاح الأنشطة والتدخلات الإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر جاء ذلك خلال استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن رئيس البعثة الفرعية للجنة في اليمن ويان بوخلي وتم خلال لقاء بحث أوجه التعاون بين اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتدخلات الإنسانية للجنة في ظل الظروف التي تعيشها اليمن نتيجة للحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإرهابية حذر مركز أوروبي من استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي في تعميق الانقسامات الطائفية والمناطقية يخاطر بإضعاف التماسك الوطني لليمنيين وبالتالي يمثل تهديداً أساسياً لمستقبل اليمن كدولة موحدة وفعالة وذكرت ورقة بحثية تحليلية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بأن ميليشيا الحوثي عملت بنشاط على تحويل وتبديل المذهب الزيدية حيث أدخلوا وشجعوا وفرضوا طقوساً مستوردة من الشيعة الاثني عشرة الإيرانية قال وكل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية صالح أبو سهيل إن الوزارة بصدد إعداد خطة وطنية للحد من العنف ضد الأطفال في المحافظات المحررة جاء ذلك خلال كلمته اليوم خلال ورشة عمل نظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمدينة الخوخة في الحديدة مضيفاً أن فريقاً من الوزارة سيقوم بزيارات عمل إلى المحافظات المستهدفة لمعرفة الانتهاكات ضد الأطفال وجمع البيانات وصلت إلى العاصمة المواقة اليوم سفينة تحمل شحنة وقود لمحطات توليد الكهرباء بعد انقطاع متكرر لتيار الكهربائي في المدينة منذ أسابيع بسبب نفاذ الوقود وأفادت مصادر أن السفينة وصلت إلى ميناء الزيت تحمل على متنها 45 ألف طن من مادة الديزل الخاص بمحطات كهرباء عدن ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة